خلاص، فيتامين به ده ضروري برضو علشان الجسم يصنع ويفرز فيتامين به ده اللي هو به 6 وبيت ناشر وفوليك أسد ضروري للجسم علشان يفرز حمض أميني تاني مهم جدا واسمه، اسم الحمض ده جابة وده من أقوى مضادات القلق والاكتئاب هنتكلم عنه بعد شوية صغارين قو مادة كيميائية تانية غير السيريتونين بيفرزها المخ ولا تقل في الأهمية عن السيريتون وهي مادة اسمها الدوبامين طيب، الدوبامين ده دي المادة التانية الأساسية المسؤولة في كيمياء المفعلات عرفنا بقى أنه في حاجة اسمها كيمياء المفعلات في حاجة اسمها السيريتونين مهم الدوبامين مهم ودي مسؤولة عن حالتنا النفسية دور الدوبامين الرئيسي هو توفير الحماس النفسي الضروري للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية يعني لما الواحد يقوم منهم كده يقول ده أنا وراها كذا وراها كذا بش بتلاقي نفسك تقول اشحن نفسك بالطاقة أو ده الدوبامين بيعمل كده أنت كأم مثلا تقولي يا ده أنا وراها النهار ده هعمل كذا وهعمل مش عارف ايه وهطبخ ايه وهعمل كذا للعيال وهعمل كذا وأنا هنا بتكلم عن الأمهات تحتية للحياة لأن مسؤولياتهم متشعبة جدا سواء تجاه نفسهم وأنا بقول نفسهم أو في الأول ما تنسوش نفسكم وتجاه أطفالكم وتجاه أزواجكم خلاص وجود الدوبامين في مستواه الطبيعي والمقبول في المخ يعني كفيل بمقاومة الشعور بالحزن وإبطال مفعول أشكال الكرب البسيطة اللي هو الديء البسيط اللي ما فيش منها مهرة بالحياة خاصة في تربيت الأطفال اليومية طيب لما الدوبامين ده بيقل لو قال لقدر الله إيه اللي بيحصل هنشعر بالكسل فقدان الحماسة أو الحافز الاكتئاب ضعف الحافز زي ما بقول لكم ضعف الحافز لخلق أي جو بتحبيه لنفسك أو لأطفالك أو لزوجك وزي ما قلنا عن السيروتونين واحتياجه مش احنا قلنا السيروتونين عشان يشتغل محتياج تريبتوفان ومحتاج فيتامين بيه وكده الدوبامين برضو محتاج إلى حمض أميني مهم جدا عشان يتصنع عشان الدوبامين ده يتصنع الحمض الأميني ده اسمه تايروسين والتايروسين ده موجود فين؟ موجود في البروتينات زي السمك واللحمة والفراخ موجود في الحليب مشتقاته كمان يعني زي الزبادي والإشطة والحاجات دي كلها موجود في الجبن كلها موجود في المكسرات ونكل المكسرات بكميات قليلة يعني خلاص ومن ضمنها على فكرة في فول السوداني برضو بالمناسبة هعمل لحضراتكم إن شاء الله في حلقات جاية حاجات كده عن حاجات يعني منسية يعني أكلات منسية ومهم هرجع وأكلم حضراتكم عن حاجة قلتها من شوية وهي حمض أميني اسمه جابة اللي قلنا وجود فيتامين بيه 6 أو بيه 12 بشكل كويس ده ضروري قلنا إن حمض الأميني اللي اسمه جابة ده ده مفيد أو من أقوى الحقيقة أقوى مضادات القلق والاكتئاب وبيحتاج يعني الجسم بيحتاج فيتامين به عشان يصنعه جابة ده اسمه جابة خلاص بيقاوم إفراز الكورتزون بمستواه العالي يعني فيه إفراز الكورتزون العادي مفيش فيه مشكلة أو الإفراز العادي إنما لما يعلى الإفراز ده بيبقى فيه مشكلة جابة ده بقى بيقاوم إن الكورتزون يعلى قوي وبيقاوم أو بيهدي جهاز اسمه موجود في المخ موجود في الجزء السفلي من المخ حاجة يعني الجسم البشري ده معجزة والله معجزة رهيبة جهاز موجود في المخ اسمه جهاز تحري الخطر خلاص؟ الجهاز ده شغلته إنه ينبهنا هتقولولي طيب الجابة ده بيقلل نشاط جهاز تحري الخطر يبقى كده مش مفيد لأ لأن الجابة ده لو ناقص هيبقى جهاز تحري الخطر ده شغل على طول فيبتدي الواحد هقولكوا هو دلوقتي يبقى ناقص الحمد الأميني بقى المهم ده لو الجابة ده ناقص في الجسم إيه اللي هيحصل؟ ده هيخلي الإنسان ضعيف نفسيا بالمعنى الحرفي هيخليه عرضة للخوف والغضب الخوف والغضب بدرجات لا تتماشى مع الحالة اللي هو فيها كم مرة؟ كم مرة شفنا حد ونقول الله هو حصل موقف آه في الشغل أو حصل موقف في العمارة وتا يعني هو موقفي داق بس هو لم فعل قوي كده يبقى ده عنده ناقص في الجابة الحمد الأميني دا خلاص؟ لأنه بيحس بالخوف وبيحس بالقلق بشكل مبالغ فيه قوي أو بشكل لا يتناسب مع الموقف بيكون كمان الإنسان اللي عنده نقص في هذا الحمد الأميني المهم اللي هو الجابة اللي هو عشان يتصنع مطلوب له فيتامين به ستة بأنواعه اللي احنا قلنا عليها ومصادره بيكون أقل قدرة على الهدوء الزاتي ويبتدي وبالتحديد عند السيدات يحس بالحزن لأسباب ضعيفة جدا وإحنا هنا بقى بنقعد أحيانا الناس يعني بسخافة أنا آسف يعني يتريأوا على السيدات ويتريأوا على الأمهات ويتريأوا على الزوجات يقول لك الله هي أي حاجة تعيط كده هي بتاع هي ستة الزوجة هنا ممكن تبقى مضغوطة جدا ممكن يمع ده نقص في هذا العنصر المهم جدا وممكن هي ما تكونش واخدة بالها من أكلاها أو ما تكونش واخدة بالها من الحاجات الضروريات عشان كده أنا بقول لكم هذا الجزء أرجوكم اسمعوه وطبقوه على طول